بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خنق الموت والحياة ليبنوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خنق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء سماء الدنيا بمصابه واجعلناها أرجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئسا مصيد إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويطبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي كبا على وجهه أهداء أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نبي مبين فلما رأوا زلفة سيئت أجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من حذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في الضلال مبين قل أرأيتم إن أصبحاتم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر